السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة الفيزياء ببساطة في هذا الفيديو سوف نرى مراجعة للمفاهيم الأساسية في الكهرباء وكي تعتبر أهم فيديو تقريبا لأن هناك مراجعة شاملة للحويج التي تحتاجها هذا العام في الكهرباء لأنها تعتبر أصعب مجزوعة في الإلكترسيتي بالنسبة للتالتة عداد خيار فرنسية وبالتالي سوف نرى مجزوعة للحويج الأساسية لكي لا تجدوا أي مشكلة للمفاهيم الأساسية ولكن نريد أن نشارك عرض استدراك فرنسية سوف نرى مجزوعة في جميع الدروس المتحانة الجهوية سوف نقوم بها بداية العرض في الأول إلى شهر 6 يعني شهر كامل تقريبا أو شهر و شيء منذ بداية شهر 6 حتى الجهوي سوف نقوم بعمل الدروس من الأول ونحن تكون مفاهيموا له سوف نقوم بعمل الدروس على شكل دي لايف يمكن أن يكون جوج دي لايف حتى الثلاثة في الأسبوع وستطيع برنامج جامل سوف تصل به في 29-25-28 وعند تقوم بأيام الأخيرة فالذي تريد أن تسجل فأخر أجل تسجل بطبيع الحال هو 30-25 ولكن هناك أحد تخفيض وهو عرض محدود 9-90 درهم عوضة 20 درهم يعني هذا العرض سوف يكون عرض محدود ونحن نشر هذا العرض خاص بالنسبة للتنمية الثلاثة وهو خيار فرنسي فلا تضيعون هذه الفرصة لأن مادة الفيزيك في الجهوية ستكون النقطة لها بضمونا إن شاء الله لأن نأخذ معكم منهجية بسيطة سوف نشرحوا الدرس من الأول ونعطيكم لغيزي ميديا له ونعطيكم تامير لانتصابه ونصحون فلي لايف ونصحون فلي لايف ونصحون ماتجة المتحانة الجهوية ونحن لديكم مشكلة تريد تفاصيل أكثر على هذا العرض اسمته عرض الاستدراك حاولوا ترسلوا كلمات عرض الاستدراك على رقم الواتساب وكما ترسلوا بجميع التفاصيل لأنه تعجبهم العرض وخمزة لم يبدو لأنه عارفين طريقة الخدمة وراء تسجلوا في هذه الأيام فلا تضيعوا هذه الفرصة لأن الفيزيك خاصة الكهربائية التي تكون صعبة أما الميكانيك لا ترسلوا فيها مشكلة لذلك تريد تفاصيل أكثر يتوصل معي في هذه الأيام على الرقم الواتساب التالي 061-777-0064 سوف نعود إلى التذكير نبدأ بأول شيء في السابعة الرموز عناصر ضارة كهربائية أي جهاز كهربائي أو عنصر كهربائي أعطيته رمز هذا العنصر نحاول أن نستعمل العربية لأنه يوجد مصطلحات جديدة لأنه يوجد مصطلحات جديدة هنا يوجد ميكانيك يوجد مولد مستمر الذي يولد لنا الكهرباء بحالة هذا الجهاز يسمى جنراتور يوجد مختبر أو التجارب يوجد مربطين يوجد موجة بوسالي يوجد كهربائي وهنا كهربائي يوجد مبانيه في هذا الرمز هناك جغال الحجرات هناك بشكل تثبيح يوجد مبانيه يوجد مربطين يوجد موجة يوجد مبانيه يوجد مبانيه لأنه يوجد مصاب يوجد مصباح توجد مسباح نضيفه بخط قاطع تيار قاطع تيار هو يقطع تيار الكهربائي إذا كان مفتوح لا يخلط الكهربائي إذا كان مفتوح لا يحتاج إلى شيء مالذي بالنسبة لذلك في الدروس ساقطة الدروس قاطع تيار بالنسبة للمتابع محرك ونضيفه هذا المزيل مهم من المعرفة ونحن نتعرف لذلك 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 نضيفه نضيفه ونضيفه 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 المهو engaging بالنسبة لجميع المنظم في المنظم 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 لنبتح توجد زنة كعامل الدروس هناك المنظم كبيرة نعرف الان اجتو يوجد مستقبل مصباح يوجد 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 مصباح تركيب على التوازي فيما تعرف على هذه المونتج نبدأ في المونتج ورمضناها على مصباح أخرى مثلا نجيت ربطه هنا و هناك تلاحظون أنه ليس تركين في الأسلاك وهو ما يوجد في الالكونيكسيون و في الالكترق ليس تركين فيه إذا كانوا ليس تركين في الأسلاك بهذه الطريقة فتسمي هذا المونتج تركيب على التوالي يعني يركب على المصباح هذا المونتج وخصص يبحثون بشكل واحد إعطاءه من الوصول لفضيلة القطب المنتاج أقضاء على المنتاج ونظر للفضيلة يوجد يسمية في ديبال ديبال يوضح على تخطأ مختلفة يوجد كل مصباح يوجد أسلاك ويعمل يجب أن يكون في تدرك الكهرباء يوجد هذا الوصول يوجد هذا الوصول الامتج الغاللة تشي believers في الاسلك ايضا نضمه الفقرة من المسلم منذ المنزل مع المنزل مع المنزل مع مصباح لانه اختيار المصباح يعمل بشكل عادي هذا يجب اهم شيئاً في هذا الفيديو كوران إلكتريك كونتيني قمنا بإمكاننا اضعه الى كوران إلكتريك تيار الكهربائي تيار الكهربائي لديه جوجه الانواع كوران كونتيني كوران مستمر هناك كورون كونتيني يسمى الالتغناتف يعني متناوب يعني غير مستمر طريقة يكون موجب وطريقة القيمة تغيير لا يبقى تبت اما بالنسبة لكورون كونتيني يبقى تبت نحن ندخل في هذا المنزل لا يحتاجون في هذا المنزل نعطيكم غير الحويجات هذا الكورون كونتيني لديه ثلاثة مميزات فلا يكون هناك قليلا مميزات المنزل المنزل اسمي المنزل اسمي المنزل اسمي المنزل التالية الاميزة تالي وتلتصوج لديه ثلاثة اقضي المنزل نقول نقوم بالنزل في الوطان نحن نقوم بحق عندما يدرسون هذا السركويته يتجدون أنه يأتي من هذا القهرب ويأتي من هذا القهرب ولكن عندما يأتي الكهرباء ويأتي من القطب الموجب والسالب فإنه يفعل العلماء أن القرن الإلكتريك يخرج من البول ويأتي من البول نيجاتي تخرج من القطب الموجب البندق حينه هنا في سعجزة من القطب الموجبят و تليز الوج Belp وفقية الهيارة وهنا في هذا الوصول القطب الموجب ويسأل الهيارة ومحاول القطب السالب فهذه هي خاصية لذلك قد يريد أن القطب الموجب يوجد معه منه من الوصول الهيارة إلى الوصول الهيارة نعم سوف يترجم الهيارة اشترك الى السعودة هذا المستقرار يسمى الى السعودة يدعون فيهم كهرباء هذه الكهرباء التي تدعون هنا تسميها شدة طيار لكي لا تكون شدة طيار أو كثيرة تكون إضاءة المصباح لكي لا تكون شدة طيار تكون شدة طيار متفقين؟ لكي نفهمها جيدا ي Möglichkeit كتبت الموضوع يمكن أن نزل المسزلي المنطسط 허� ال stressing المنطسط 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 المنطسصل المنطسط عن المنطج المختلف عن عزق الملخ او الى هذا المونتاج الذي اعطونا وهنا كما انها تلاحظوا في المونتاج 1 الامبار متر او الاعتقار انها ستركن براية المنفقة ستركب او الاعتقار انها تقبل كثيرا او الان تنسيتي او او اي بامبار متر او او يو 7 امبار او 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 7 امبار تبعد على صفحات البقية السملة لدينا الثانجة الثانجة هي تنسيون تنسيون الايليكتريك تنسيون الايليئة بالمزرير يمكنني أن نقوم بحث لاتريك لنج stabbed هنا قيمة أكتب أن تنسي وأكتب أنا أكتب أن أكتب أن تنسيون 4.5V 5.5 فولت يعني القوة العمود قدر إعطينا في المأخذ الطائر فيه 220 فولت هذه الكلمة أو البيل يسمى تنسيون إلكتريك وهذا تنسيون إلكتريك يمكن أن تلخصه هنا يكون عنده سيمبول يكون عنده إنيتي يكون عنده يكون عنده فولت متر وفي الدارة كهربائية يكون رمزه وعنده بلس وعنده الموان ويتركب على توازن فولت متر لا نرى كيف يتركب فولت متر لأنه لا يحتاجه في الدرس الأول فولت متر لاحظوا معي لدينا الامبر متر وعنده أسلاك لأنه تركب على توازن منتاجه وعنده أسلاك يركب بين مربطات هذه الامبر لذلك إذا تريد أن يحب تنسيون إلكتريك يتحرك لنجب بين مربطت المصباح نعطيكم مثال في هذه السحورة من المربطات هذه الامبر نضع الأسلاك و نضع كما تفعله اذا أردنا مستعد هذه المربوطة نضع أن أردنا كما تفعله تنضع عمود نضع لزيارة لذلك المفافة الثانية لدينا موظفة لا دعا ننظر حتى نرى كيف possono وبالشرك ان تفضل ايجا ك論ي connaي PAR السركويت وهناك مثلا 5 أمپار في هذا سرقوي وهناك هذه الغزيستانس منه 5 أمپار لا يقوم بإقعار من تقاوم بهذا السرقوي لنقصة الإلكترق في هذا السرقوي وحد المقاومة أو الكنيكتور بهذا السرقوي ومخصصا على الهوال وإضافة الكنيكتور بهذا الطريق هذا يسمى رزيستانس إليكتريك نكملو لديفنيسيون رزيستانس إليكتريك نكملو لديفنيسيون دو فرم سيلندريك دانلي دو بورن تسان إدانتيكي يكاركتريزي بارين جراندر كيتميز بلا رزيستانس المقاوامة سيد جراندر صنع التأر يسان ينتي إليه الام لكي تلخصوا هاد الارزيستانس شنو كان يعنيو بيها وفاش كان ستعملوها دو سمبلو هاد يمشيوا هنا عندنا الارزيستانس قولنا لسامبول ديالها هو عندها الانيوتي هي الام كرمز له بادة الرمز داسميته اوميجا وعندكم الاباري دمزور اوم متر وبيانسور غاد الام متر كيتركب هاد الطريقة هادي عفوا ان الرمز دياله هاده يتركب هاد الارزيستانس بين المربطة يدك العنصر اللي بغينا انقصوا له دروس الكهرباء لا يمكنش تدخلو لهم وانتوما ما عارفون ما هي الانيوتي لا بنسبة الانيوتي ولا بنسبة الانيوتي ولا بنسبة الانيوتي ولا بنسبة الانيوتي هاده ضرورة تعرفوهم بالاضافة الى ذلك خاصكم ضرورة تعرفو تحولوه من الامبار الميلي امبار كان واحد جدول بسيط هاده من الادوات لا تخدمو بهم فاليزوتي لا تحتاجوا عندكم امبار نقطة نقطة ميلي امبار جدول ديال التنسيان عندكم فيه حتى هو اربعة ديال الخانات هاده تشكل عندكم نقطة ميلي فولت وعندكم بالنسبة الانيوتي هاده ينواح الجدول هاده قدروا تستعملوا بالتحويل غيرها الجدول طوال شوية فيه الميلي اوم نقطة نقطة اوم وهنا هاده يكون عندكم نقطة نقطة كيلو اوم هاده تقول يا استاد شنو هاده نديروا بالالجداويل بالنسبة الالجداويل هاده تحتاجوهم بعد الاحين كيقول لكم نقصيدير غاية ننطن سيتي دو كورون يكتساوي ميات ميلي امبار في الاسيكزارسيس هاده يطلبوا منكم تحسبو شي حاجه ولكن هنا الاسيوني تنترنسيونال ميلي امبار هي الامبار يعني خسكم تحولوا هاده تحطو هنا ميات حول الامبار هي 0.1 كتساوي 0.1 امبار نتفقين هاده الجدول مهيم مين هاده تحتاجو مهات السنة هاده نقصد هاده نقصد هاده نقصد هاده نقصد هاده نبدأ بلانتون سيتي دو كورون نحاول تفكروا معايا و لو قفوا الفيديو سكينغ دو مثاله وبهنمبار هاده تحestar نتيفها ا وسيدتون له امبار والتشاهد جهاز ما حيث ولكن على امبار وبعده فوق نقوم بُطرولت متر نابقة ربق revealed و quand نكون بدي 명 dioxide الاستمع developers هناك أيضاً now طريقة المضاني نت напabi هذا الزالب يحتاجي المفترض لأنه تعني Elo-t وبعد الأول نعمًا لدينا أشياء العملية بعض الأطراف بالنسبة للمبعب لدينا أعطينا l'exemple لدينا أحيان الركز لدينا أحيان الركز في ذلك الأشياء نعم في اكتبه في اطراف الول و و و و و و نحن نحن المبارب نحن نحن من الفرح و نحن نحن البرح موجب القطب السالب عادرنا عليها قبلة في السنس نقال لكم ركبوا 1 الفولت متخ بين مربطي L 1 فولت متخ يتركب أمار بالقالل هذا هو الفولت متخ يتركب أمار بالقالل كنت تستطيعون إليه إذا كنت تضعوا الـ فوق أو التحت مثلا تحت هنا البلس هنا البلس هنا الموان هنا الموان نتطلب لكم تضعوا ممار بالمم يجب أن يدخل الصحة عن المنزل يجب أن تنجب الفيديو وكان لا يجب أن يدخل الصحة وهو أناس هنا أو تحصيل الفيديو لذلك فإن العديد على أصفص نتعلم أنهك هكذا في هذا الفيديو سأحصل على المنزل للصحة المزيد ثم نتسوف إلى هذه النهائة لكم حدث وصلنا إلى نهاية بشكل جيد قمت بإمكانكم بإمكانكم في السابعة ويجب أن أعجبكم لا تقوم بإمكانكم في التعليقات ونريد أن نشير بالنسبة للعرض حاولوا ممكن أن يكون هناك مجهود كبير ومجهود جبار لأن أخدمه مع التلمد يريد أن يستفد على مناسب الجميع ويكونون حساسا أن يستفدون بمثال الأمور يريد أن يتواصل معي عبر الواتساب الذي أجلت لكم في بداية الفيديو إذاً إلى هنا نهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله